أهلا بيكم مشاهدين مرة تانية وجد الوقتي معايد فقرة الطقس هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة فيه استقرار في الأخوال الجوية على كل الأنحاء والطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القهارة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب البلاد وهيكون حر رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب بالليل على السواحل الشمالية وكمان هيكون مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء بالليل فيه كمان النهاردة شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط صينة وخلال ساعات النهار هيكون فيه ارتفاع في نسب الرطوبة وده يخلي الأحساس بدرجات الخرارة أعلى من المتوقع بدرجتين لثلاث درجات لتفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتر منار غانم عضو المركز الألامي لهيئة الأصداد الجوية صباح خير عليك يا دكتر صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل السيدة المشاهدين جداية يا دكتر عايزين تطمن على حالة تقصى اليوم هو اليوم طبعا مستمر معانا ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات المهار وأيضا خلال فترات الليل مع استمرار طبعا درجات الحرارة التي تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام اليوم متوقع العظم على القاهرة الكبرى تكون 36 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة هنحس بيها لو تكون 39 درجة مئوية يعني مستمرين في الأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري شمال وجنوب السعيد وجنوب زيناء أما السواحل الشمالية فطبعا متوسط درجات الحرارة فيها بما بين الـ 32 و 33 درجة مئوية فالأجواء خلال فترات النهار هي أجواء حرة رطبة على سواحل الشمالية ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط خلال فترات الليل هنحس بارتفاع نسب الرطوبة فبالتالي هنحس بارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية كمان دكت فيه بعض الأماكن فيها النهاردة ارتفاع طفيف درجات الحرارة إيه الأماكن هذه؟ يمكن أغلب المناطق الموجودة في شمال السعيد جنوب السعيد لقصر وأصوان بعض المناطق كمان من سواحنة الشمالية لكن هو الارتفاع بحوالي درجة يعني هو ارتفاع صفيف جدا لكن هي ارتفاع نسبة رتوبة هي اللي خلالها نحس أكتر بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة لأن نسبة رتوبة خلال فترات الليل بتتجاوز 95% على سواحنة الشمالية بتتجاوز 80% على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار بتتجاوز 40% على القاهرة الكبرى بتتجاوز 50% وال55% على سواحنة الشمالية فارتفاع نسبة رتوبة هو العمل المهم جدا خلال هذه الأيام هو اللي محسسنا بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة طب يا دغتر بالنسبة للأيام اللي جاية هل هيكون فيه ارتفاعات ولا انخفاضات في درجات الحرارة خصوصا أن متوقع أن بكرة في القاهرة تكون 35% يعني هي الأجواء دي تتبرب عنا غدا السبت كمان لكن إن شاء الله من يوم الحد هيكون فيه انخفاض طفيف بحوالي درجة لكن هيكون فيه نشاط رياح مهم جدا لما بقى فيه نشاط رياح نشاط رياح ده بيساعدنا على عدم الاحتفال بنسبة رتوبة فبالتالي بنحس معاه بانخفاض في درجات الحرارة يمكن خلال هذه الأيام اليوم وغدا إن شاء الله نشاط رياح بيكون نسبي يعني تقريبا مش هنحس به فبالتالي هنحس باكتفال نسبة رتوبة لكن إن شاء الله متوقع من يوم الحد والثنين يكون فيه يعني نشاط رياح حيثاعدنا على عدم الاحتفال بنسبة رتوبة كمان طبعا الشبورة المائية التي تتكاون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مهم جدا نحذر منها السادة قائد المركبات والمسافرين على الطرق لأنها بتأدي لانخصاص طفيفة الرؤية الأفقية مهم جدا نخلي منها القيادة دايما تبقى بهدوء تام ونتابع كافة تعليمات المرور مهم كمان ننفح السادة المواطنين احنا طبعا في شهر 7 وشهر 8 كمان نزروا تقاصل الصيف مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 الآخر شكرا يا دكتور مشاهدين كانت معنا دكتور مونار غينة وعضو المركز الأعلامي للهيئة للأصداد الجوية بالوقت يا مشاهدين خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الخرارة المتوقع والبداية هتكون من القاهرة بتسجل العظمى في القاهرة 36 وصغره بتسجل 25 الإسكندرية العظمى 33 وصغره بتسجل 24 مرسى مطروح العظمى 32 وصغره بتسجل 22 سيوى العظمى 38 وصغره 22 فورسعيد العظمى 34 وصغره بتسجل 25 ضمياط العظمى 35 وصغره 25 الإسمعالية العظمى 37 وصغره بتسجل 23 السويس العظمى 36 وصغره بتسجل 23 هنروح للعريش العظمة فيها 33 وصغرة بتسجل 24 طابق العظمة 37 وصغرة بتسجل 27 سان كاترين العظمة 34 وصغرة بتسجل 19 شرم الشيخ العظمة 40 وصغرة بتسجل 29 الغرداء العظمة 39 وصغرة بتسجل 28 الفيوم العظمة 37 وصغرة بتسجل 24 بن سويف العظمة كمان 37 وصغرة كمان بتسجل 24 المينيا العظمة 38 وصغرة بتسجل 24 هنروح لأسيوت العظمى فيها 38 وصغرى 24 سهاج العظمى 40 وصغرى 25 قناء العظمى 41 وصغرى بتسجل 25 لقصر العظمى 42 وصغرى بتسجل 26 أسوان بتسجل أعلى عظمى النهاردة وهي 43 وصغرى في أسوان بتسجل 27 الوادي الجديد العظمى 42 وصغرى 22 شلاتين العظمى 39 وصغرى 26 وأخيراً حلاي بالعظمى 34 وصغرى بتسجل 26 هذه كانت فقرتنا الجوية مشاهدين الآن هنرجع لشازلي وجمعنا عشان يكملوا بقية فقراء صبع خير يواصر إليكم شكراً لك لنا